السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم يا ساعة التاسع سنحل مع بعض تمارين ومسائل صفحة 94 كنا نفتح 94 ونحل الأسئلة سوا بحكي لك السؤال الأول والثاني أنا أعطتكم إياهم في فيديوهات أبل فمحلولين عندكم نبلش بالسؤال الثالث بحكي لك السؤال الثالث إذا كانت سين تمثل قياد زاوية حادة وكان جابت سين ناقل السين يساوي 4 من 10 جتل السين وجابت سين ضل السين يعني معطيني متممت السين نجاب هاي ساوي 4 من 10 بنا نطلع منهم هاي القياسات طبعاً الأول الفراع اللي هو بدنا نوجد جتل 4 من 10 السؤال الأول فراع ألف السؤال الثالث فراع ألف بده جتل السين تمام معطيني جاب المتممة 90 ناقص سين يساوي 4 من 10 نرجع للقواعد اللي كانت معنا ممكن نكتب جتل السين اللي هو المطلوب يساوي جاب 90 ناقص سين بما أنه جابت سين ناقص سين موجود ما هي 4 من 10 جتل السين يساوي 4 من 10 بهايك تنحال هاي المسألة نجع الثاني بده في رعبة بده جاب السين تمام جاب السين لما بدهوا ياها لنفس الزاوية ننتبه أنه هان لما يكون معطيني المتمممت بنا نروح القاعدة الأولى لما يكون بدهوا لنفس الزاوية بنا نروح القاعدة الثانية اللي كانت جاب تربيع السين زائد جتا تربيع السين يساوي 1 جاب تربيع السين طبعا هو المطلوب زائد جتا تربيع السيني اللي هي 4 من 10 تربية بتساوي 1 نيجي هون بنزلها زي ما هي الاربعة من 10 بالربع اللي هي تقريبا تطلع معانا 16 بالمية بتساوي 1 نطرح 16 بالمية من الطرفين جاب تربيع السين يساوي 84 من 100 بناخد الجذر للطرفين جاب السين يساوي جذر الاربعة و 80 نيجي على فرع جيم فرع جيم طالب مني ظل السين تماما بنروح على القواعد الظل اللي هي كانت جاب السين على جتا السين جاب السين هي جذر الاربعة و 80 بالمية على جتا السين اللي هو 4 من 10 وبحيك بنحلها بكل بساطة هذا السؤال حسب القواعد اللي احنا اخدناها طبعا هاي من الاسئلة المهمة ممكن اجيب لكيها بالاختبار نيجي على السؤال الرابع يا تاسر شو بحكي لنا هون جد القيمة العددية لكل من المقادير الاتية لما يعطينا احكي لنا جد قيمة عددية يعني بدي ناتج طرح او ضرب او قسمة او جمع تماما حسب اللي هم اعطيني اياه بحكي لك هون جد قيمة العددية لكل من المقادير الاتية اللي هي 3 جتا 19 ناقص 3 جاب السين بدنا نوجد ناتجها نيجي على السؤال الرابع فرع ألف بحكي 3 جتا 19 ناقص 3 جاب الواحد وسبعين باخد اي طرف منهم تمام وبرح فيه على القواعد مثلا باخد الاولى جتا 90 يساوي جاب التسعين ناقص سين عشان اعرف بيسا هدولتين متميمات بروح بجمعهم وبعرف انهم متميمات جتا 19 يساوي جاب التسعين ناقص تسعطاش نطرح بتصفي معنا جتا التسعطاش بتساوي جاب الواحد وسبعين تمام بروح بعوض فيها في المعادلة الاولى فبحط بدل جتا التسعطاش بحط 3 جاب الواحد وسبعين ناقص 3 جاب الواحد وسبعين بتساوي صفر بحيك بكون اوجدت القيمة العددية لالهم من خلال اني رجعت على القاعدة الاولى الشقة التانية اللي هو جتا السين يساوي جاب المتممة بعدين عوضت قيمة الزاوية المعطينيها اللي هي معاي هون تسعطاش تسعين ناقص سعطاش بعطيني واحد وسبعين برجع على القاعدة المعطينيها بالسؤال بعوض بدل جتا التسعطاش اللي هي بجابة واحد وسبعين طبعا الثلاثة ما بنسال لانها ثابت بنزلها دائما بطرح من بعض بعطيني صفر في الرعباء في الرعباء بحكي لك جتا تربيع الثلاثة وتمانين زائد جتا تربيع السبع بدنا نوجد الناتج انت لاحظي هون انا عندي الزاوية ومتممتها وانا حكيت لك بها القاعدة عندي بس الزاوية سين فكيف بدي احلها برجع على القاعدة الاولى وبحل فيها ممكن ااخد جتا السين يساوي جيب التسعين ناقص سين جتا الثلاثة وتمانين يساوي جيب التسعين ناقص ثلاثة وتمانين نحكي هون جتا الثلاثة وتمانين بنزلها زي ما هي هون بتساوي جيب السبع تمام بعوض بدل هاي هون بحكي بدل جتا تربيع السين بحط جيب تربيع السبع زائد جتا تربيع السبعة لما نأخذها بهاي القاعدة لما يكون عندي جيب تربيع الزاوي وجتاها دائما بيعطيني القيمة واحد حسب القاعدة الثانية حسب قاعدة رقم اثنين نأتي على فرع جيم جيم بحكي لك هون ظل الاربعة وثلاثين مضروبة في ظل الستة وخمسين بدنا نوجد ناتج بحلل كل طرف حسب القاعدة ظل حسب قاعدة الظل يساوي ظل السين يساوي جيب السين على جتا السين باخذ هاي هون بحللها بحكي ظل جيب الاربعة وثلاثين على جتا الاربعة وثلاثين مضروبة في جيب الستة وخمسين على جتا الستة وخمسين تمام بروح فيهم على القاعدة الثانية باخذ هدول بحكي انه جيب ال 56 بتساوي جتة 90 ناقص 56 اللي هي بتعطيني جاب 56 يساوي جتة ال 34 اللي جاعة التانية باخدها هون جتة 56 تساوي اللي هو جاب 90 ناقص 56 بعطيني جتة 56 يساوي جاب 34 برجع بعوض فيهم في المعادلة إذن باخد هذا الطرف لخطو هاد برجع بعوض فيهم بحكي ظل سري جاب 34 على جتة 34 مضروبة في جتة الثلاثة هون 34 على جاب 34 بالاختصار بروحوا مع بعض بالنهاية بعطيني الناتج واحد فرعها بحكي لنا جتة 48 بساوي جاب 42 كيف بدي أحلها ممكن أخذ هاي باخد جتة 48 بتساوي جاب 90 ناقص 48 جتة 48 بساوي جاب نترحم من بعض بعطيني 42 برجع بعوض فيها بالمعادلة اللي معاي بالسؤال بدل جتة 48 بدي أحط جاب 42 40 و بالأصل عندي هون جاب 2 و 40 بعطيني واحد بالاختصار بروح مع بعض بعطيني بالنهاية ناتجها واحد نيجي على السؤال الخامس يا تاسع بحكي لنا هون جاب السين 3 على 5 جتة السين 3 على 5 لكل تربيع زائد جتة تربيع السين يساوي واحد بربع هذا الطرف لهو عبارة عن 9 على 25 زائد جتة تربيع السين يساوي واحد بطرحة من هذا الطرف بطرحة من هاد الطرف وجتة تربيع السين بوحد مقامات وبطرحهم يعطيني النار 16 على 25 باخد جذر للطرفين جتة السين طلعت معاي 4 على 5 بهيك اوجدت جتة السين من القاعدة التانية بتضلل لها قاعدة لحالها ضلل السين ساوي جيب السين على جتة السين نفسها اللي هي الزاوية الجيب كان معاي 3 على 5 والجتة معاي اللي هو قديش قيمة الجتة اللي هي 4 على 5 بتروح الخمسة مع الخمسة لانه المقام المقام بسط بتروح هون بتصرفي عندي هون 3 على 4 قيم الظل الزاوية اذا لما ما يكون عندي متممة زاوية نفسها بستخدم القاعدة الثانية اذا الطلب من الظل بروح على قاعدة الظل اما الاسئلة اللي اخدناها قبل كان فيها المتممة فبستخدم فيها القاعدة الاولى بس هون عندي لغة زاوية نفسها سين 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 نكمل يا تاسع على السؤال السادس السؤال السادس بحكينا اذا كانت سين زاوية حادة وكان جتة سين يساوي اثنين جيب السين جد الظل بعدين نوجد الجتة حسب ما هو الترتيب طالب مني طالب مني نوجد اول اشي الظل فبحكي هون عندي على الحال بحط القاعدة المعطيني اياها المعادلة اثنين جيب السين طالب مني الظل عشان اطلع الظل بدي اقسم الجتة على الطرفين وهون تمام بتطفي معاكي واحد يتساوي اثنين جيب السين على جتة السين طب هاي ايش بتعطيني قاعدة الظل اذا اثنين ظل السين يساوي واحد على اثنين على اثنين ظل يساوي يساوي نص بهاي الطريقة بنوجد الظل رحت على السؤال حكي تابته قسمت الطرفين على الجتة ليش قسمت الطرفين على الجتة عشان اطلع قاعدة الظل اللي هي جيب على الجتة بعد ما طلعت القاعدة عوضت بدل جيب السين على جتة السين بيظل السين وقسمت الاثنين اللي هي معامل الظل على الطرف الثاني اللي هو كان واحد لاني هون قسمت جتة على جتة يعني تعطيني قيمة واحد وهون طلعت قيمة الظل يساوي نص طالب مني قيمة جتة السين تمام لما يطالب مني قيمة جتة السين اللي هو قداش قيمتها ما أعطينيها 2 جاب السين بروح على القاعدة الثانية لأنه احنا بنحكي عن تزاوي نفسها زائد جتة تربيع السين نساوي 1 جاب التربيع السين بتتنزل زي ما هي بدل جتة تربيع السين بدي أعوض بإيهاش بـ 2 جاب السين لكل تربيع بتساوي 1 بدي أطلع هون جاب تربيع السين زائد 4 جاب تربيع السين نساوي 1 نجمعهم مع بعض بدي أطلع 5 جاب تربيع السين تساوي 1 على 5 على 5 جاب تربيع السين تساوي 5 نأخذ الجذر للطرفين جاب السين تساوي جذر الخمس أو 1 على جذر الخمسة تمام لما نوجد قيمة الجتة نرجع على قانون الجتة جتة السين يتساوي معطيني هو تساوي 2 جاب السين أدشرت معي جاب السين اللي هي 1 على جذر الخمسة إذن جتة السين يساوي 2 على جذر الخمسة بهاي الطريقة بكون أوجدنا الجتة ووجدنا الظل ووجدنا الجاب طبعا بحل السؤال طلع معانا الجاب أصلا كمان هو مش طالبة بص طلع معانا بالحل لأنه أصلا هم أعطيني إياها بدلالة جاب السين هايك يا تاسا بكون أنها نحل الأسئلة يعطيكم ألف عمل